قال علماء من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية أن نوعا من البروتينات موجود في الأمعاء له القدرة على زيادة مناعة الجهاز الهضمي عند البكتيريا خصوصا تلك التي تؤدي إلى حساسية القمح البروتين المسمى إلافين يقوي جدران الأمعاء ويتفاعل مع الأنزيمات التي تؤدي إلى الحساسية من الأطعمة التي يدخل في تكوينها القمح وحساسية القمح الحديث طبعا عن حساسية القمح والداء الزلاقي أو الداء البطني نرحب حول هذا الموضوع في الاستوديو باختصاصية طب الأطفال في مشفى النور الدكتورة زينب جباز صباح الخير دكتورة زينب في البداية نعرف أن حساسية القمح التحصص من القمح ككل أم من ماذا موجود فيه لا هو حساسية القمح هي حساسية من بروتين في القمح اسمه جلوتين الجلوتين ده بروتين موجود في الأمح فلو حصل أي منتجات من الأمح سواء كحبة كاملة أو أنه يتطحن بيدخل الجلوتين ده والمريض المصاب بهذا المرض عنده أجسام مضادة تجاه هذا البروتين ما الذي يمكن أن يفعله مثل هذا البروتين؟ الجلوتين حساسية الجلوتين اسمه سيليك ديزيز يعني مرض معروف المرضى بتوعو لهم سبيشيال دايت أغذية خاصة بتكون خالية من البروتين الجلوتين المعروف عن الأمراض اللي شبيهة بالسيليك ديزيز أو المرض التحسوسي إن بيبقى عندهم أجسام مضادة اسمها autoimmune disease أجسام مضادة بتكون داخل جسم الإنسان ضد بروتين أو مواد إحنا متعودين عليها كبنى آدم عادي كhuman being وبعدين البنى آدم الشخص ده اللي مريض بالمرض ده حصل إنه تكون أجسام مضادة تجاه هذا البروتين ينتج عنه زيادة نسبة الأنتيبادس الأجسام المضادة دي في الجسم وانس إن الجلوتين دخل جوه جسمي وانس إنه دخل جوه الجهاز الهضمي ابتدى يعمل الأجسام المضادة دي تخرج وتكسر تكسر تكسر بسرعة لأن هي فاكلة عدو هي بالنسبة لها ده حاجة دخل ده التاكينج بسرعة أكسر 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 هذا البروتين ينتج عنه تكسير وتدمير تام في خلايا المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية مثل مثلاً فيتامينات معادل المأخوذة من العناف الهضمية كل الخلايا الأهداب اللي بتمتص مثلاً آيتم سمعينة كلها تبتدي ما تمتصش صح سوء تغذية وسوء هضم من الدرجة اللي هي بقى السفير الشديدة ينتج عنه طبعاً خلل جامد خلل في امتصاص الدهون في امتصاص البروتين في امتصاص الفيتامين في امتصاص الكالسيوم والحديد كل هذا يعني سلسلة متواصلة بسبب من الحالات خلل بسيط سبحان الله يمكن أن يؤدي إلى كل هذه الأمراض ومشاكل طيب دكتورة حسب المعهد الوطني الفرنسي هناك مادة اسمها الالافين هذه المادة تعزز تفاعل الأنزيمات وتحارب الأنزيمات المسببة إلى عدم امتصاص الجلوتين أكيد احنا بنتدي المريض بعض الانزيمات المعززة لامتصاصه وطبعاً هو الوقاية خير من الالاق لازم المريض ده يمنع من استخدام أو من تدخل أو من أنه يأكل مادة الجلوتين علشان ما يحصلهش السايكل بتاعة المرض بس ده ما يمنعش ان احنا نديره بعض الانزيمات المعززة لزيادة قدرة الهضم لزيادة قدرة الامتصاص على السابليمينس اللي هو محتاجها ولو هو على فكرة خد أكل اسمه خالي من الجلوتين بيعيش حياة طبيعية تماماً تماماً ولا ينقص وزنه ولا يصاب بفاقد دم ولا أي شيء هو المشكلة في الاكتشاف كيف يمكن أنت كطبيبة أطفال وربما ت يعني حتى للأهل مثلاً بتظهر من الطفولة لأن الطفل ده بيبقى أو بتظهر من الإنسان هو طبعاً بتوصل للإنس ما الأعراض؟ إضطرابات في الجهاز الهضمي عدم الامتصاص وانسن الطفل بتدى يدخله أو يدخل أو يأكل الأكلات فيها أمحة أو دقيق الولد بيصاب بحالة يعني فضيعة من إضطرابات الجهاز الهضمي انتفاخ مغص شديد طيق إسهال يفقد الوزنة هذا الطفل عنده فقدان وزن بشكل البروتينس وكلها بتنزل من جسمه عن طريق الجهاز الهضمي في صورة الإسهال والترجيع فولد يعني غير طبيعي حرام سلم ما عندوش عضلات ما عندوش بروتينس هناك اختبار خاص لمثل هذا الموضوع نحن نشك في هذا الطفل على طول بنعمله سكرين كامل يعني صورة دم كاملة الفيتامينس اللي نقص عنده الحديد الكالسيوم وتحليل براز بيشوف ان عنده نسبة كبيرة جدا من الفات نزلة في البراز وأهمهم عينة تؤخذ من الجهاز الهضمي عن طريق منزار يدخل وياخد ياخد من الفلاي من الأهداب المسؤولة عن الامتصاص الزوغابات اللي هي الأهداب جو على جدران ياخد منها سامب العينة والعينة دي بايوبسي تتحط تحت الميكروسكوب يمكن إجراء نظار لطفل في أي عام طبعا لا المنظر للطفل كتشخيص كتشخيصي يتم منذ الأيام الأولى من عمره بس ده ما بيكتشفش طبعا بدري لأن الولد في السن الأول من العمر بيبقى معتمد على البروتينس من الحليب مش من الويت أو ما عندوش الويت برودكت حتى كنت قرأت أيضا دراسة أن الرضاعة الطبيعية أو حليب الأم يعني تحارب طبعا موضوع الطفل إمتى بالضبط بيحصل التشخيص بعد سن الفطعم خلاص الولد مش معتمد على الحليب ابتدى يأكل بسكوت وكاك وبيتسا وباستا يا حرام وابتدت المشاكل هذه نصيحة طبعا يعني للضاعة السليم والأطعماء الصحية أنا أود أن أشكرك دكتورة زينب جباس اختصافية أمراض الأطفال في مشروع النور شكرا جزيلا لك دكتورة مرسي لك مرسي